الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيبت نذكر لكم النسبة على شيشناق هذا شكون هو شيشناق هو شيشناق بنو نمرود بنو شيشناق بنو باثوت بنو نبنشي بنو ماواصاطا ماواصاطا بنو بويو بنواوا هذا هو شيشناق يما اسموها تنسابح تنسابح هو فرعون لا يتكلمش القبائلية ما هو قبائلي ما هو من الصنة ولا فصنة ولا فرعون مصري عاش في مصر كان يخدم بلاده كان يخدم بلاده تفرعا في بلاده ما عنده حتى علاقة معنا لا حرب فرنسا ولا حرب الرومان ولا زار بلاد البلاد لم يقولوا عليها الجزائر ولا يسمع بيها ولا يعرفها هذا ما عنده حتى علاقة معنا ما يهضر لغتنا ولا يلبس لبستنا ولا عنده تاريخ تعنا العلاقة تعنا معه فقط أنه إنسان إنسان من البشر ولذلك ما دبينا وزارة الثقافة والمثقفين والمؤرخين هما ليتكلموا العلماء أما الكلام العوام ساكن غلطوهم حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل وقد دقيقة وقد بلغ الفساد في وقته كان يحب الضرائب هذا تشيبشاق هذا اللي جابوه وكان يحب الضرائب وأثقل الشعب المصري بالضرائب وكان يحب الذهب والفضة وقد ذهب إلى فلسطين واستولى على كونوس سيدنا سليمان جاء في التوراة في سفر الملوك وفي السنة الخامسة للملك رحب عام رحب عام هو ابن سيدنا سليمان صعد ششنق ملك مصر إلى أرشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء وأخذ جميع أتراص الأتراص الكاسك وعخذ جميع أتراص الذهب التي عملها سليمان فعمل الملك رحب عام عوضا عنها أتراصا من النحاس استولى على كل الذهب الذي تركه سيدنا سليمان في الخزينة في الخزينة كان يحب الخزينة يسرق الخزينة هذا هو هذا الملك لجابوه هنا باش نفتخروا به وراحوا داروه تاريخ عندنا ما عنده حتى علاقة بتاريخ هي السنة الفلاحية والسنة الفلاحية قبله بآلاف السنين السنة الفلاحية كاينة في الصين كاينة في الهند كاينة في كل مكان مدى بين المؤرخين تكلموا والعلماء نعم سيدي أنا أستمع إليك نعم السلام عليكم وعليكم السلام أحمد الله أهلا يا سيدي أنا أستمع إليك كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك لبا الحمد لله محببك يا سيدي الشيخ ما نقولش عنديك منطورش عندي سؤال تفضل يا سيدي ابو كان شخص من أقرب الناس لي تعاملت معه في الدراهم كان هو مسكين حاصل في الدراهم كانت عنده تجارة يتعامل بالتجارة جاني كما نقوله تعيش رابح أن يحاصل مع الناس ودراهم الناس ويسايلوا لي ومنا أنا كنت مضطر أني باش نجيب له باسكو عزيز عليها بزف وكنت قادر أني العلاقة لي بيني وبينه بمعنى قادر أني نتحدى العالم من أجله هذه كما نقوله حطوها بيقى وسين المهم جبت ودراهم الناس ومبعد مع مرور الوقت سمعت الناس لي هضروا يقولوا بالي رابح أو سرق هذا الإنسان رحت عنده أنا إذا جاءكم فاسقون بنا بأي فتبينوا نعم قال لي قلت السلام عليكم قلتوا للناس يتهضر ناس يتقول قال لي ما تباش كلام الناس قال لي ما تباش كلام الناس المهم لا علينا سمحني يا سي رابح دقيق الله يوضع عليك كيف هي تهموك باللي انت سرقته وانت يا لك تسلو دراهم يعني بمعنى هذي الإشكالية اللي ما فهموهاش الناس جبت له دراهم الناس ومبعد كما نقوله فكت بنتعو وقال لي بارك الله فيك وربي أعطيك ورد عليك انت رحت سلفت على الناس بس سلكتو بيانسر بارك الله هذي يا تفضل عندي من ينجيب عندي علاقات مع الناس بحكم العمل دي تفضل تفضل سي تعليق الرياضي انت معلق الرياضي هي مشروع معلق الرياضي فائز بمسابقة تعليق الرياضي بقطر تفضل يا سيدي أنا أستمع إليه يكمل هي قلت لك يا شيخ جبت له أنا دراهم الناس للمهم قال لي بارك الله وفيك وإلى خيره تفهمنا على شهر شهرين أنا علاج جبت له بسكو هو لبس به بمعنى لما يبيع ديك التجارة اللي عنده وكيدا حير تبراهم الناس نعم وهذا الإنسان كما نقوله قريب لي بزا بزا وقلت لك مستاد أني كما نقوله نحارف العالم من أجله العلاقة اللي بينه وبينه كانت أكثر من صداقة وأكثر من طيبة وأكثر وأكثر إلى آخره نعم معا مرة الوقت قلت لك بيت الناس نسمعهم يقولوا باللي ربح أو ساق هذا الإنسان أنا ورحت عنده قلت مانا وسمعت قال لي ما تتبعاش كلام الناس قال لي ما تتبعاش كلام الناس المهم ما عاروا مروا الوقت زيت ما تشهير يعني كما يقولوا الناس يتحضر أو دار أو شراء ألي أنا أو شراء أو دار أو دار كله كذب في كذب المهم رحت عنده كبرت الحكاية بناتنا قلت له يا إنسان أنا أعطيتك دراهم الناس أرجع دراهم الناس باسكو وحده الناس ما يعرفوكش ما يعرفوني أنا أنا اللي ضمنت على كل ضامن على كل مؤتمن ضامن المهم كبرت حكاية بناتنا قال لي نردهم لك على آمين قلت يا إنسان كيفاش نسرهم يمدوا لك دراما على ثلاث سنين ولا على آمين قلنا شهر شهرين ترضهم كيفاش كان واحد يسلفلك على شهر شهرين يعني كما يقولون ما يصابرونيش أكيد حقهم وقالت أنا نشوف الأقرب الأقرب نشوف مننا مننا كم يقولون فقف الدين ديالي على أساس 2021 يعود يوصل كي وصل 2021 بقتلوا الإمام قلوا برك باش يوصل الأمانة واش قال له الشيخ قال له باللي قال له اللاصم اللولة يديها في معرس بمعنى اللاصم اللولة هدية في معرس ولاصم التانية قال له 2022 بمعنى هنا زاد لي عام زاد قال له يجيب للشهود يعني الناس اللي يجبت من عندهم من خطرة اللولة بمعنى الناس اللي خسرت علاقتي بسبب وكما نقوله خسرت علاقتي معهم بسبب الدعاية اللي دار لي وبسبب تشير لي دار لي وعندي أكثر يعني وإلا يجيج كلها شاهد على هذه الدعاية وتشير لي دار لي مع ذلك أدوك ويزير فيها بسكو أنا الحاصل مع الناس التانية ولكن يا سيدي سامحني وعلا هتوح تجيب له الناس اللي أنت سلفت عليهم هو قبض المال بيده وقبضه بارك الله وفيك نتايا جاوبني على سؤال أنت سلمت له المال نعم الواجب عليه اليد ليعطت له المال يرد لها الدراهم ما يرحش يقولك جيب لي الناس اللي سلفوا لك وشاهد لي الشهود يا سيدي الواجب عليه أن يسدد ما عليه لليد التي منحته المال هذا هو الواجب شرعا زيد قول لي سؤال هذا وش قلت له أنا قلت وعطيتك دراهم الناس رجعني دراهم الناس ليدي وإذا أنت ما يجبت له الشهود ما يردش المال يعني هذا الذي يقصد هذا وأرى وش برا يقول ويقول له شرط علي يقول لي يجب الي الناس لا يا سيدي لا يجوز له هذا لأن ما اوش الناس اللي سلفوا لوا أنت ليسلفتلوك باريك الله الشريعة تقول أنك أنت ليسلفتلو المال ما اوش الناس هو لا يعرف الناس لو كان يعرف الناس لكان راح من أول مرةisel inveف عليهم ولكن هو التجأ إليك لأنك أنت القريب انتعو وانتك ما قلت عن دعين بأنك تحبه وتحترمه أما لا التجأ إليك سلفت له مال الواجب عليه شرعا أن يرد لك هذا المال لا يجوز له أن يشتريط عليك جبل الناس يسلفه لك ويشهد شهود وإذن كل كلام فارغ لا معنى له شكرا يا سيدي الله يرضى عليك يا سيدي شكرا جميل السنة قيقام كنا نسمع إنسان كي يسلف الواحد هو ليزيد في المدة زي ما هادك ليسلف هو ليزيد المدة لهذاك لو يسلف عليه اليوم أنا نسمع العكس ليسلفت عليه هو لو يزيد في المدة يعني هو لي يقول لك نزيد عام نزيد عامين وعلى الأمر ليس بياده يا سيدي شكرا شكرا جزيلا الله يعمر ضارك حسبون الله ونعم الوكيل قال لك زوج حاجات ما تشوفهمش في تزاير الله جل جلاله هو أحد سلفت له درهم هذه أشياء أنسا تشوفهم في تزاير حسبون الله ونعم الوكيل سائل يقول ما حكم الدعاء بعد الصلاة الدعاء بعد الصلاة سنتون سنتون أسمع سنتون ثابتتون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من خمسين حديث أكثر من خمسين حديث جماعها العلماء بل ذهب الإمام الصيوطي إلى أنها أكثر من خمسين وقال الشوكاني قال بحثت صبت ربعين حديث هذا الشوكاني بالعلم التعوى ما وصلش علم الإمام الصيوطي الصيوطي قال أكثر من سبعين حديث الشوكاني قال قال وش بحثت صبت ربعين حديث وربعين حديث قليلة ربعين حديث قليلة سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أي الدعاء أسمع أي الدعاء أسمع وش معنى أسمع يعني وش من دعاء ليسمع ربي بمعنى يستجبو أما ربي يسمع قال الكلام تعباده ولكن ما هو الدعاء المستجاب ها هو المعنى انتحار فقال عليه الصلاة والسلام في ثلث الليل الأولي وأدبار الصلوات أدبار أدبار الصلاة يعني عند الانتهاء من الصلاة كاين بعض العلماء قالوا الدعاء بعد الصلاة مكره ولكن الناس ما فهموهمش وش يقصدوا يقصدوا قبل المعقبات بحسو بغير يقول السلام عليكم يا فديدو آه نا يقالوا مكره لأن الدعاء عندهم لازم يكون بعد المعقبات يعني سلمت من الصلاة سبحان الله الحمد لله الله أكبر كملت أرفد يدك هذا للعلماء قالوا مكره كاين بعض الجاهل الآن يروح يجي فتوى أو قال فلان بلي الدعاء بعد صلاة مكره بلا ما يحاوس يفهم وش يقصد هذاك العالم العالم هذاك يقصد إذا جبت الدعاء قبل المعقبات أما إذا جبت المعقبات أقعد تدعي حتى صلاة العاصر واحد ما يقول لك بيدعا أقعد من صلاة المغرب ونترى في يدك حتى للفجر ونتصلي بها العيشة ولا واحد يقول لك بيدعا أي دعاء أسمع قال في ثلث الليلة الأولي وأدبار الصلاوات كالو يقول لك لماذا نخصص وعلاه نخصص الدعاء ببعد الصلاة هيا واشا عليه لا نخصص أدعي قبل الصلاة أدعي في السجود أدعي بعد الصلاة هاكده نقول لك لا نخصص ولكن ما نرحوش النحي والدعاء ربي قال دعوني أستجب لكم ولم يحدد لنا دعوني أستجب لكم ما حدد لك ودعوني أستجب لكم رح ترقد أدعي رح تمشي أدعي رح تصوق السيارة رح تصلي رح في السجود قبل الصلاة بعد الصلاة أدعوني أستجب لكم والنبي حدد لنا بأدبار الصلاوات أدبار الصلاة أرفد يدك ودعي ولأئم اليوم يدعوا جهرا قال علماؤنا إذا نيتهم تعليم الناس إذا نيتهم تعليم الناس يجوز ولا شيء عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته